سيد الرئيس مبارح أيضا تقدم بالتحنيع للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ثوزه بالانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية جديدة قال سيادته في تدوينه على صفحاته رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إن العلاقات المصرية الفرنسية كانت وما زالت علاقات تاريخية وثيقة متنامية ونتطلع إلى مواصلة المواشرات والمشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من ملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك موسيقى